لان نعرف ان بلكلارنت لو تقدر تعزف مقام ثاني فبتحتاج انك تتعلم على الحبات وترتيبها وتمرس ايدك على كيف التسلسل وتتقن التسلسل هذا في العاس وبعدين تقدر تعزف المقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد معكم واخوكم علي الزاير في المقطع اليوم راح اتكلم عن آلة البرست كنترول اللي انا استخدمها وهي من شركة اكاي هي عبارة عن شكل كلارنت شوف هنا الكتروني ومن خلاله نعزف اي مكتبة صوتية لكن انا برضو راح استغل هذا المقطع واتكلم عن مكتبة السوام لكلارنت الرائعة والجميلة اللي فعلا انا برأيي الخاص انها افضل مكتبة صممت كلارنت تقريبا يحاكي لكلارنت الحقيقي فكان لابد ان نستخدم آلة تعطينا هذا الاحساس برضو اكثر انا ما اقول ان راح اعزف لك كلارنت باسلوب تكنيك حقيقي لكن من خلال عملية البراثنج اللي نسويها بهذه طبعا احنا بتكلم عنها وعن تفاصيل هذه الآلة لكن فعلا فعلا انت تشعر باحساس فراح اتكلم عن هذه وبرضو راح اتكلم عن مكتبة السوام وكيف نضبط هذه الكلارنت على مكتبة السوام طبعا نشوف هنا لاحظ هذه الازرار بالطريقة المعتادة هي باللمس طبعا ورا نلاحظ هنا طريقة تركيب الواير الكابل وهذا عشان يمسك الكابل نشوف لاحظ هنا الفتحة هذه هذه الشغلة مهمة جدا وهي انه لما انت تنفخ من الربلة هادي طبعا هادي ربلة الهواء يطلع من هنا عشان انت تاخد راحتك في النفخ ما يصير النفخ في مكان مقفل فيصير متعب وهذه ميزة حليمة في هذه الآلة تبع شركة طبعا الاكاي الايفي هذا الزر عبارة عن ريسيت يعني لو مثلا شعرت ان الحساس شوية تأثر او صار تقيل ممكن انك تضغط عليها مطولا وبعدين تعمل ريسيت الى الكنترول حقها طبعا هذا يصنف ميدي كنترولر لكن على شكل الكلام هنا طبعا انت لما تجي تمسكها راح تحط صبعك على المنطقة هادي وهنا لاحظ في المكان هادي البيتش باند هنا علشان انت توصل للبيتش باند هذا العلاق وانا استخدم هادي طبعا تجي معها عشان تعلقها تكون مرتاح اكثر في مسألة العز وهادي لاحظ الكور اللي موجودة هنا هادي علشان تنتقل من طبقة الى طبقة كل هادي الامور اكيد راح نشوفها وبالنسبة لهذه الربلة راح فيها اشياء كثيرة وانا ما ابغى افصل عشان لا يسير المقطع طويل كيف ممكن انك تعمل لها setting من خلال برنامجهم تخليها تعمل الموديليشن اللي انت تبغاه من خلال عملية العض يعطيك برضو تحكمات لكن انا استخدمها عملية breathing هادي بالنسبة بشكل سريع الى هادي الكمترولر الان انا كيف اقدر اشغل هادي الميدي كنترولر على مكتبة السوام طبعا لازم اتعرف الكمترولر حيبها دعني اشبك الواير الواير طبعا اشبكه هنا واربط الواير بهذا الهولدر وبالشكل هذا انا راح امسكها طبعا راح اعلقها على العلاقي ها اتيجي هنا الى option وتروح الى midi mapping طبعا انا اختار هذه عشان learning تضغطها الان جاهز انك انت تعمل النفط لاحظ لما تضغط على الحباط الان تخطيطك على الحباط خلاص انا عرفت الان ان هذا الاكسبريشن اللي انا راح استخدمه في عملية النفط هادي طبعا اول خطوة بعدين ارجع الى الواجهة الرئيسية وهنا في اشياء انا باكلمكم مباشرة عنها علشان لاعقدي الامور كيف انت تستخدم هذه الالة في الاسوام هنا لما انت تستخدم الـ velocity بيكون هو يعتمد على الـ velocity طبعا تحكمات الـ velocity في الاسوام هادي تحتاج انك تنصب البرنامج حقهم وتشوف حدود الـ velocity انت وش تبغاها انا غالبا ما اتعمل في الـ velocity الا لما اعزف بالـ keyboard نظركم انا كيف استفيد من الـ clarinet هادي الـ controller في عصفي في الـ keyboard نجي هنا الى اهم حاجة في هذا الموضوع وهو عملية الـ volume hard soft expression خلينا اشوف الفرق بينهم لاحظ هنا لاحظ عملية الدخول لما اختار الـ expression يعطيني دخول اريحي اكثر متدرج هناك يعطي دخول الهجوم فانا دائما احط الـ expression على هذي الان باكلمكم عن style ها في العصف وكيف تدرج النوتات فيها ومرؤونتها في العصف وليش جميع انك تعزف مثلا الالة بشي محاكلة واقع الالة الحقيقية افضل من انك تعزف مثلا الـ keyboard يعني خلينا مثلا اريك كيف موضوع الطبقات فيها احنا قلنا انه هنا هذي احنا قلنا انه هذي هنا العجلات علشان الاكتافات وهنا نلاحظ انا عامل حاط اصابر كلها نفس اسلوب لـ clarinet الحقيقي انك انت تقفل على النوتات والصبع اللي تبغاه نوت ترفعها وهنا تحت علشان امسك السلم كامل السي مايجور اكيد تكون المسال عندك هنا اسهل دعنا نعزف السي مايجور الان لاحظ فاذا انت صدت السي مايجور على هذا الاكتاب وتبغى السي مايجور على الاكتاب اللي بعده فقط حرك صبعك هذي الابهام اللي ماشي على العجلات لاحظ الان انا رح تعمل اكتاب الثاني لاحظ مسألة التغيير من اكتاب الى اكتاب بطريقة العجل هذي جدا مريحة الشغلة ثانية هالبيتش بنت قلنا انه هنا مبيتش بنت في خلفية هذي لاحظ الان صبعي الابهام الثاني موسيقى برضو لاحظ كيف سهولة رف وخفض الصوت بالنف موسيقى هذا بسبب الفتحة اللي قلت لكم موجودة قدام نفس الالة هذي هنا برضو من الاشياء اللي تعطيك واقع الى هذه الالة هو الصوت الباوينج هذا القوي النويز اللي يصير لما تتعلق الصوت جواه لاحظ الان خفة طبعا هذي نتكلم عن السوام نفسه الان من امكانيات نجي الى مسألة طريقة النوتا او المونو في هذا الكنترولر جدا جدا مريح لاحظ اثناء عملية العز لاحظ يعني يبغالك اكيد انت تكون تتعلم على هذه الالة وكيف تستخدمها يعني نحن لو بسويك لحن مباشرة كده خفيف انه اسمع كق كان احceğim اشتركوا في القناة طعبية بعض Asal تعيش مع الآلة وأنت يعني ماسك إحساس الآلة هذي ألا خلي نوري كيف أستخدم الآلة هذي كبريث كنترول لكن عن طريق الميدي كيبود يعني فيها فكرة في الموضوع يعني تركي القضية أنا شنه اللي أسويه أخلي نوته تصير خارج الرينج هذا لكلار نيت يعني مثلا هنا ما في صوت هنا ما في صوت يعني خلي أتعزف نوته خارج الرينج وأدور لي إياف الأكتاب مرة تحت أو الأكتاب مرة فوق دعنا أشوف مثلا لاحظ الآن قاعد يعزف على نوته خارج الرينج أو مثلا الأكتاب اللي تحت الأكتاب اللي تحت ما ناصبني دعنا أرجع للأكتاب اللي فوق تلاحظ الآن مجرد أشيء إيدي والطريقة هذه تأكد أنك هنا في الإمبوت مختار All MIDI ليش؟ علشان يدمج لك بين استخدامك إلى الميدي كيبود وفي نفس الوقت هذه ففي الحالة هذه أنا عندي آلتين شغالين في نفس الوقت هنا بحتاج أن أعمل ريكورد عشان تشوف وشو يعني هذا الكلام طبعا الآن أنا أعزف عن طريق الكيبود ممكن يكون تحكمك أكثر هذه الآلة تحتاج تتعلم عليها واجب لكن بالطريقة هذه تتحكم أكثر وبرضه ممكن تستفيد من الـ Velocity هنا لاحظ الآن ما في Volume أحتاج أنه أنفخ الآن بستفيد من إمكانية الإسوام في موضوع الـ Velocity كيف أنه يجعل النوتات بينهم إمكانية الإسوام في موضوع لاحظ أنا أشيل هذا الـ Pooing يمكن تقول أنك تحكمك هنا أكون أكثر مرونة في الحالة هذه أنا لو بستفيد من الـ Pitchpaint برضه من هنا أكيد في الحالة هذه أنت بتقدر تعزف أي مقام لأنه نعرف بإمكانية الإسوام في مقام ثاني فتحتاج أنك تتعلم على الحبات و ترتيبها و تمرس إيدك على الـ Pitchpaint كيف التسلسل و تتقن التسلسل هذا في العاس و تقدر تعزف المقام لكن أنا في الحالة هذه واحد دليل فاستغلت هذه الآلة لـ Clarnet كـ Breath Control و صرت أعزف هنا طبعاً بأي آلة ملازمة آلة الإسوام تقدر تعزف بأي آلة عادي مثل أي آلة تستخدم فيها الـ Controller الـ Volume Modulation أو الـ Breath Control إذا موجود فيها هذا الـ Controller نلاحظ الآن طبعاً أنا نتعمد أسوي هذا عشان أوريك أن هنا أنا من خلال استخدامي لـ Mini Keyboard يعني رجعت الـ Velocity عشان أستفيد من موضوع الـ Velocity اللي في آلة الإسوام هذه الآن نرجع نشوف في التسجيل هذا كيف أن أنا عندي نوتة مستمرة في المكان الفاضي يعني إذا هذه النوتة مزعجت لك خلاص أعمل لي هدليك بعد ما أتخل خلنا نجي نشوف هنا لاحظ هنا الـ Breath هذا موجود الـ Breath اللي عملنا الموجود زي أنت تبغى تحكم فيه على كيف يعني أتمنى يا شباب أن في هذا المقطع أنا قدرت أغطي فكرتين فكرتين هذه آلة الإيوي لأن حقيقة عندي الآلة من الزمان عندي لكن ما كنت أعرف متى ممكن أن أشرح عنها أو أتكلم عنها وحقيقة أن تركتها فترة لكن الفترة هذي أنا رجعت لها وهذا اللي أعطاني الدافع أني أتكلم أول كنت أعرف كثير أتحكم فيها لأن الشغلة يباليهم مارسة لأنك أنت تعزف بها لحالها بدون هذا وتعيش جو عصفك لآلات النفط مثل الأرنيت أو الناي وهذه الأشياء لكن حاليا قاعد أستخدمها تقريبا نسبة 100% أستخدمها كبريث كنترول يعني معلقة بالطريقة هذي فعاطيتني الشيء اللي أبغى هذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم تحياتي اليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته